البداية الصعبة والخسارتين اللي تعرض لهم كبيرين الكرة المصرية وقتباية الكرة المصرية الاهلي والزمالك في تونس وفي الكونجو لكن لسه بدري جدا دايما الترتيب بعد الجولة الاولى وممكن كمان يمتد للجولة التانية بيكون ترتيب خادع بعض الشيء بتلاقي الرابع اول والاول رابع والتاني تالت والتالت تاني عادي جدا بتحصل لكن المهم القادم بالنسبة للاهلي والزمالك ان شاء الله يكونوا يعني الصدارة بالنسبة لهم هما الاثنين وبالتاني ان شاء الله نشوفهم في الادوار المتقدمة من دوري ابطال افريقيا ادارة نادي الزمالك هتعقد جلسة طريقة بكرة مع الصربي ميتشو الموديل فاني الفريق الاول لبحث عدد من الامور العجلة اللي بتخص المدرب نفسه واللي زي ما سمعنا صرح رئيس النادي بانه امور شخصية لابد من الحصول على اذن منه من الصربي عشان يكلموا عنها ادارة النادي اكدت ان الجلسة هتشهد حسم العديد من الامور كما سيتم بحث اسباب تراجع النتائج في الفترة الاخيرة وفي نفس السياق قررت ادارة الزمالك تطبيق اللايحة على جميع اللاعبين اللي استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وهي اللايحة الموقع عليها جميع اللاعبين بغرامة تقدر ب300 ألف جنيه على كل لعب نتيجة استخدام السوشال ميديا ويعني دعم ميتشو هقولك على قصة الدعم دي لكن الادارة قررت حساب كل المقصرين خلال الفترة القادمة بعد الحملة اللي قام بها اللاعبة لدعم السوش بميتشو الموديلي فاني للفريق عقب الخسارة التقيلة من مازينبيا كونجولي 30 في افتاح دوري ابطال افريقيا